السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا فيكم فيديو جديد من الدورة التدريبية لبناء المواقع والمتاجر الكترونية. اليوم سنغطي شغلة كثير مهمة كثير رائعة. فيديو اليوم مميز لأنه رجعنا هلا للفنكشناليتي. بآخر ثلاث فيديوهات كنا نعمل شغل على الديزان كيف نعمل شكل الويب سايت حلو. هلا سنرجع لك شي نطبق كيف فينا نعمله عاملي. نحن بدنا الموقع يكون عاملي. فيديو اليوم نحن نتعلم كيف فينا نضيف الفورم. عم حاول كنت لاقي له ترجمة بالعربي. النموزج. خلص انتو كتبوا لي بالتعليقات شو ترجمة فورم بالعربي. بس فورم كالبساطة هو مثل هات. فورم قد يكون بشكل هات. الشخص يكتب المعلومات ويحطسها بمت. وتنبعد لصاحب هذا الموقع. فيه يكون مثل مشايفين هلا هون قدامكم. بس طريقة للتواصل. الناس يتواصل معك عن طريق الموقع. وفيه يكون هو الموقع كده تم بني عليه. إذا كده ما قد لكم بعض الأحيان الموقع اللي ما يكون نحن نبنيه لازم يكون في له هدف. فمثلا هذا الموقع هدفه انه الناس تجيه وتحط بوك ناو. بعضين بوك ناو بوك ناو. كل الأراني يشوفوا بوك ناو يعني يعمل حجز هلا. فهذا الفورم لحيكون هو الطريقة للناس تحسن تحجز بالموقع. كما هل مو شايفين هي صفحة بوك ناو بتحطي المعلومات. بتحطي الستار ديت. بتحطي الستار ديت. بيطلع لك هون الديت. كل هالأصص اللول. الكونتاكت نامبر. قديش بالدكيال. شو نوع الباصل بالدكيال. الحاجة. الأيام إلى آخره. وشوية معلومات تانية تحط سبمت. ففيديو اليوم لحنا عرف كيف نعمل هاشي. لا تنسوا مجموعة الواتس اللي عملت لهاي الدورة موجودة تحت بالوصف. فوتوا عليها. سألوا أسئلة تكون ناس كتير رائعين موجود فيها. مثل من كون عم يتعلموا. ففيدوا واستفيدوا. بسم الله. حاشي بداي. خلينا نبليش. هذا الموقع اللي بنينا لحد الآن. من نضيف له بقى صفحة بالكنتاكت هون. سنضيف له حاليا بهذا الفيديو فورم. كي مو شايفينها حاليا هي فاضية. نرجع. من نفوت. هون طلع الداشبورد. إذا ما كان طلعه صار يجيني هالسؤال هاد. بستغرب انو الحلق بتسألوه. WB-Admin. تمام? WB-Admin بيثاغدك على الداشبورد. فبتكون لتعملوا هاشي هات ما فيكن بس تعملوه على الأليمنتر. هيك شيء للفورم. ما فيكن تحطوا بس هيك مستطيلات واسماء. فيك تعمل هاشي هات كشكل بيطلع شكل. بس لما حدك بسبمت ما بيصير شيء. فلا. نحن ما بدنا نعمل هاشي هات. نعملوه الطريقة الصحيحة. اللي هي عن طريق بلوغن. تمام؟ فبتر نروح نحن هلا على البلوغن. بنحط Add New. بنضيف نحن هلا بلوغن خاص للفورمات. بياخد وقت النات. الفورم اللي حنستخدمه موجود بال popular الأكثر شيوعا بالبلوغن. كل الناس موجودة على الورد بريس عم يروحوا يحملوه. contact form. نعم لح تلاقي فيه كتير بلوغن بالألفات للقصة الفورمات. بس هذا البلوغن هي بالذات حنحط نستلناول. هذا البلوغن بسيطة جدا رائعة جدا لك خفيفة حتى خفيفة جدا سهل استخدام وفيها ميزات بتلاقيها مو موجودة بباقي البلوغن. كلها تكون مدفوعة بباقي البلوغن. فهذا اللي بنصح كون تختاروه. مش الى حال تثبت بسواني مثل المشاهفين. تعالوا حلق على الإعدادات تبع هذا ال contact form موجودة هون على سار. دعونا نعرف كيف نعمل فورم تبعنا الأول. مثل مو شايفين اول ما يبلش لحكون فيه فورم جاهز هذا. نحن نعمل الفورم تبعنا الجديد. فلنعمل الفورم تبعنا الجديد منحط Add New على سار. شايفينه؟ هاته Add New ومنقول بسم الله. هلأ المعلومات الأساسية الموجودة هون انتو هاي الداشبر اللي بنكون هنا شايفين؟ هذا المستطيل بس. لا تطلعوا على بقى اللي جناب. يمكنك تعطيه اول شي اسم. خلينا نسميه بحكم انه هذا الفورم لحيكون صفحة Contact Page. فحنسميه Contact Page Form. تمام هاي بس لأنا بالمستقبل لنعرف أنه فورم لأنه منطقة. فلح هون بتلاقي موجود محطوط الاسم فالشخص بيكتب الاسم تبعه. هاتبين مثل هون مثلا your name, your email. فاول شي الكلمة اللي فوق فوق المستطيل حتكون موجودة. فلايك موجودة. بعد منا بهذا بين البراكتز هدول موجودين محطوط هذا الكود تبع التكست. تمام هون عم نقول له نحنا لهذا الفورم أنه هون الشخص هلا لحيحط اسم. تمام هون تحت حاطين هن عم نقول له هون ايميل. شايفين كلمة ايميل? عم نقول له لحيحط ايميل. فإذا الشخص حط تخبيص كلمات ما هيقبله. هيقل له لا خطأ لازم يكون ايميل. تعا نجرب هالشي اذا صحيح. نحط. ماشي اخبرة? خلينا نحط سبميت. ما لاحيشتغل على هات بالذات. قصة طويلة. لاحجرب لكم يا وعد من هون لاخير الفيديو. هفرجيكم كيف. فما لاحيقبل لاحيقول لا لازم يكون في ات كزا كزا دوت كوم كمثال. فلازم يكون ايميل. هون عم نحطه فلاحيكون مستطيل للنص. هو مستطيل النص بس محدود. في يعني المستطيل الاكبر تبع تيكست اللي يكون هيك كامل ضخم مثل هاد. فبتحط تيكست اريا بيسموها. فهذا الفورم مجاهز. لنفترض نحنا بدنا نضيف عليه شرلات تانية. فنعم هون الرسائل سبجكت الى اخير. لنفترض نحنا غير الايميل. بدنا كمان يحط. اول شي اتأكدوا من المساطر يكون في المساطر دي. خلينا نقول نحنا بدنا يا اكتبوا الليبل اول شي. فاي شي بتكون تحطوه. تكتبوه. خلوه بين تأد لابلس بهالشكل هاد. هاي طريقة اللي بيفهماها الفورم هادا. فحطينا بالضبط نتشافين حاطين تسكيل البراكت. هلا اخرين قلنا احنا بدنا رقم تلفون. فهون الشغلات اللي فيكن تختاروها. النص. ايميل. يوريل. الرابط. اذا عم تقول له مثلا اعطيني الرابط موقعك او شي شغلة. هون رقم اي رقم عادي. هون تاريخ. هي منطقة النص اللي تلكون الكبيرة. موجودة فعليا دروب داون مانيو. فالمانيو لحيكون مثل هاد. هل تعفين؟ رح يطلع خيارات. المانيو. فاذا انتم حابين تختاروه. حطوه تشيك بوكس بيطلعوا خيارات بس تعاني تليك عليها. ريديو بوتن بيجوهد لهم مدورين دائرة. اكسبتنس. اذا مثلا عندك سياس خصوصية الى اخيره بس بتحط اكسبتنس. ازبق تخلي الشخص يختار. مثلا بتسأله شو عاصمة سوريا. لازم يجابوا صح لحتين بعد الفورم هذا. تمام فلازم يقول دمشق مثلا. اذا قال دابلين فالفورم ما بينبعت. لازم يكون اجابة صحيحة. ففي عندك يا الكوز جميلة جدا. فيك تعمل اصلا كوز لأسئلة تختبر مثلا الناس فيها الى اخره فيك تخليهم يرفعوا ملفات. فتحط الفايل. وسبمت بالاخير للارسال. ما بصد فيه دعي انه انا بس حابة بعرفكم عليه. شرحت لكم ياها انتوا روحوا جربوها بايدكم وتعلموا كيف فيكم تعملوها. بس هلا خلينا نقول الابل خلينا نسخوه حاليا لان احنا نرجع استخدمه بعدين. بقلب هلا الابل هون بدي يقول رقم تليفون تمام الشخص يحط التليفون تبعه. فبس نحن نحط الافون. هاي الاسم هون. خلينا نقول ديفولت فاليو ما بدأ يكون اي ديفولت فاليو. الشخص ممكن يغيره. تعال نجرب مثلا. ثلاثة خمسة ثلاثة رقم الدول تبع ايرلندا. لنفتد انه هذا الشيء يبدأ كديفولت فاليو. شخص يحسن مساحه او يكمل فوق منه. هذا الشيء يبدأ. خلينا نقول مسلا. فالشخص لازم حسرا يحط الرقم تبعه. كل يات التابس الموجودة تبع الايميل لها خلاخي للكوز لحيكون بهالشكل هذا. ايدي اتريبيوت وكلاس اتريبيوت حاليا ما في داعي تعبه اي شيء فيها. دول بس لقدام اذا انت حابب تعمل شيء محدد فيك تختارهم. فبتحط انسيرت تاج. تمام؟ شايفين هلأ هون بين براكتس. هذا هو التاج هلأ خلاص لما يروح الفورم لحيكون موجود بشكل رائع. بس اكدوا انه يكون في مصدره هون دوما مشان الفورم ما يكون شايفين بين سبجك هون بالمستطيل في مصدره. وفيكم تكتبوا شو ما بتكتبوا انا فيني هلأ بالفورم هاد فيني تحت سبجك اكتب اللي بدي اياه تحت. تمام؟ اللي بدي اياه بصير. اه موضوع حط بس تبع الديت بس اذا حابين شوفوها غير هيك انتو جربوها. بدي اكم جربوها بدي شوفها بمواقعكم. متل ما بتعرفوا كمان على موقع الموقع اللي عم حط في كل الشغلات اللي لازم كل الروابط المهمة كل شيء عن هالدورة عم حط كمان المواقع اللي انتو قاعدين عم تبنوها فبدي شوفها انا بدي روح اكبس على هذا الرابط طبعا موقعكم نشوفكم عم متجربو شغلات مختلفة من هذا المانيوم. خلينا نقول بدني يضيف انا هون مثلا حاليا. قبل السبجك. خلينا نقول بدي اختار نحن نحط اي ديفولت فاليو. اذا بدك تضع بين شخص عم تقوله انت فيك تختار بين الشهر السادس والشهر التاسع فقط. ففيك تضع منموم شهر السادس وماكسموم شهر التاسع. فشخص حسرا بحسن حسرا لازم يختار بين قليلا لاحقين هدلوله. اه هون. اذا حضرت بلايس تولر او الاخير هاي. بلايس تولر اللي بيكون كتابة بقلب هاد المكان. بقلب المستطيع بيكون بلايس. هي بس مشان تساعد الناس مثلا اكتب اسمك هنا. عرفت ايش لون. هاد بيكون البلايس تولر كمان نفس شئ لو لا تستخدموهن بس حاط انسرت. اه كنو هي ما كان في لها. عفة. شكرا لالك بس انا مو بديك تحاط انسرت هون بدي يتحاط تأكدوا بين اثنين الابل. تمام؟ وتأكدوا الابل الأخير بيكون مسكرة. هي بس شغلات HTML. طبعا بس لهون إذا شايفين قبل كلمة الابل بهالمكان هذا لازم تقول للشخص أنه يحط رقم تليفونه لأنه هلا سيطلع بس مستطيع رقم تليفونه. فشون نحن نقول your phone number تمام؟ نحن هلا هيك نحط مصطرة بس مشان يكون موجود تحت. فyour phone number هلا هيك لازم يطلع بالشكل الصحيح. ما بزر في داعي بمساطر هون بس منشوف هلا بعدين إذا فيه أي شيء بنرجع له. هون لازم نحط date. choose date. تمام؟ اختار المواعيد. هيك لازم يكون الفورم جاهز. هدول بقى الشراءات احكيكم عليه هلا وقال في فيديو جاه. تعال نشوف. هلا هون عم يقلك هذا الفورم. خلصنا من الفورم رحنا عملنا له. كتبنا فيه اللي بدنا اياه. اخترنا الشراءات اللي بدنا اياها. هلا بدنا اياها لين تنبعت. تمام؟ فنحنا هلا كاتمين تو حاطين site admin email. هاي default value. فنحنا الاميل اللي حاطينه هون فوق الادمين. الاميل اللي حيكون موجود لحينبعت الفورم اللي انبعت لهذا الاميل. طبعا فيك تختاره يدويا. تكتب الاميل اللي انت بدك ينبعت له. السبجكت لحيكون site title. هون انت فيك مختار هنا. هدلون شراءات فيك تختار عم يقلك. حط ستنا قاب ميل وشوف شو المعلومات الدكومنتيشن اللي عندهم ياها. بس عم يقلك هون لحينبعت site title. فانا عندي هون مثلا gestalt. site title. فلحينبعت عندي بالاميل انا رحشوف كلمة gestalt. بعد من رحشوف your subject. هلا your subject هاي عم يقول. عم يرجع لورها. هاي هي. هاي هي. your subject. فهو رجع لهي الارنين. تمام؟ هاي كلمة your subject. فهلا اي شخص بيكتب اي كتابة هون. مثلا انا بدي يقوم العنوان. قديش سعر هالقطعام. فلا حيجي انا عندي كلمة هون gestalt. قديش سعر هالقطعام. كان العنوان. عرفتو كيف الفكرة. اه اديش انه الهيدرس لول شغلات اضافية. مثلا. your email. اعم يقلك انه لم يترد. اذا بدك ترد على حدا. بترد على الايميل تبعه للشخص اللي يحط كلمة الايميل تبعه. فهون الايميل. هون الايميل اللي هتشوفه انت. هيكون مكتوب كلمة from. your name. هيكون الاسم مكتوب. وحيكون الايميل بين دول القوصين ما اليهن. لاحيكون الايميل تبعه للشخص. لاحيكون العنوان تبع هذا الفورم. رحكون معلومات تانية. طبعا بتكون تتأكدوا انتوا انكم نتضيفوا. مو بس هلا دول. انا حاليا اضافت شغلات تانية. مثلا. يعطين your message. تمام? بس قبل منا خلينا نقول انا بدي اختار الشغلات اللي ضفناها. مثلا. الفون نمبر. تمام? لانو شغلة كتير كتير مهمة بالنسبة لي. فانا اللا اياهاي. تمام? هاي كلمة. تليفون. والكود تبع هذا المستطيل المحدد تسعة ستة ساعة. فيكن انتوا تغيروها كيف كون. فيني اكتبه حسان انا. فبقول له. لما تشوف كلمة حسان خلاص. جيب لي المعلومات بالقوص تبع حسان. بس مجرد مثال. نعم. اه. حطوا بين قوصين مربعين. هيك كده. خلاص. هلأ هون لاحي يوصل رقم التليفون. وبالطبق نفس الشيء على المواعيد. فبتختار الديت. بترجع لولا بتطبيق الديت. ما في داعي يعملها هيك اللي ياتا. هاي. فأتات شميت كلها شغلات اضافية فيكن انتوا تضيفوها. هلأ هون فيكن مثلا ازحابين الموقع يكون بالعربي. تمام? فبعد ما انبعت الايميل اللي هيقل له شكرا تم رسالة تبعك ووصلت. انبعتت. تمام? فيك تكتبها انت هي الترجمة بالعربي. لن اكتبها انت هي الترجمة بالعربي. لن اكتبها انا. وهون بقى الشغلات مثلا كان فيه معلومات خطا عباها. كتب كلمات زيادة. التاريخ حطه والطريق الغلط. كل هاتا هاي الشغلات فيك الترجمة العربي. اذا هذا الشيء اللي انتوا حابين تعملوه. ديش نصت انقسمها في داعي حاليا. هايزا حابين تحطوا انتوا معلوماتكم الخاصة. الكود تبعكم الخاصة لهذا. بس نحنا خالصين تقريبا كل شيء هاد اللي بدنا فمنحط. مبلوك عليكم عملتوا اول فورم. طيب وينه هلا? لساته ولا باي ارنة. الفورمات تعال نرجح. تعال نروح هلا على الكنتاكت فورم تحت قسم البلوغينز هاي. هلأ صار في عنا الكنتاكت بيج فورم. هاد اللي نحنا هلا عملنا. لتستخدموا باي ارنة بتكون ياها بالموقع. كده عليكم ان بتنسخوا هادا الشورت كود اسمه. تمام? فانا شورت كود تبع هاد الفورم هو هاد. بس هاد كنترول سي. او بس لا تشوفوا شو عملت. عملت كابي انا عملت له النسخ. هلا بروح باي ارنة بدي اضيفه. بقلب الموقع. وبضيفه لهنيك. فمسلا خلينا نقول انا بحابب وين بدي اضيفه. احضيفه اكيد بالكونتاكت بيج. انا عملت الفورم لها الصفحة هاي. فكونتاكت بيج. تعال نحط edit with the elementor ونضيفه. كيف نضيفه باستخدام ال elementor فيك اضيفه وباستخدام ال wordpress editor. اضافته كتير كتير بسيطة. اول شي خلينا نضيف ال container. بقلب منه ال section كل ياته. هلا بكل بساطة حط انت الكتب short code. تمام? هاي كتكله short code. ونضيفه هون. وعمل لسق لل short code اللي نسخته انت. وبرافو عليك. صرت بروغرمر. صار في عندك الاسم بالضبط المابنية الايميل. اكتب رقم تلفوناك وهي ال default value. دول المعلومات الاساسية الموجودة. في نمسخها في خليها. التاريخ في اختار التاريخ بالضبط. متل ما حكينا. subject your message وعطنا submit. بس خلينا نعمل update ونشوفها بالموقع اذا فعليا صارت موجودة. contact me page. coin more logic. مش كل ما اقرأ وحكي اه اقرأ وحكي بحس هيك بتخربطه. تعفين محلة. صار في عندنا الفورم جاهز بالضبط متل ما بدنا. خلص هذا الفيديو فيديو سريع كان. طيب تعالى نقول بسم الله. وقت التجربة. وقت الحقيقة. فبكتب الاسم. محمد. شفتوش وعدكم انا بالبداية الايميل انه نخبص تخبيص. فاحنا نخبص تخبيص. اه لك عميل لي. please enter an email address. نكتب ايميل حقيقي وليس هالمسخرة هاي. فنكتب ايميل اه ريل. نقفك يعني انه اساس. حالا هيك لازم يقبلو. ابلو فعليا. هلا هون المعلومات يا بس تتمل الرقم فمسلا خلينا نقول كتب رقم تليفونه. هذا هو رقم تليفونه. تاريخ الحجز اللي بدو يا. لازم تكتبوا انتو الحجز كزا تكونوا واضحين. خلينا نقول بدي احجز انا بعشرين الشهر. والمعلومات اه just booked a holiday. تمام? والمسج اوبشنال هاد خياري فيك تحطه او ما تحط الخياري ده. الرقم تليفون ما له خياري. فمسلا اذا احزفنا نحنا. والله هاحزفه. ليش كتبته? لح تشوفوا انه هيقول لا. بتشلون? ما ارضي. فقراص بكتب اللي بدي اياه. ومنحط سب مت. مش الحال. انبعت. الف مبروك. انبعت لي اليميل بالنجاح. وكتب لي رسالة ثانكيو. تم بعت اليميل بالنجاح. هلا ما نروح على الجيميل لانه هو هاد اليميل الاساسي تبع الموقع. متل ما اذا بتشوف هون بالادمن هو انا حط الجيميل تبعي النظامي. وتاع نشوف الايميل اللي هلأ وصلنا. وين الايميل اللي هلأ وصلنا? الايميل اللي هلأ ما وصلنا. ليش الايميل ما وصلنا? الايميل ما لاح يوصل ابدا. حاليا. ليش? اذا كان في عندك استضافة انت غير الاستضافة اللي انا عم علمكو عليها الانفينيتي فري اللي هي مجانية. لح ينبعت مباشرة. خلاص. مبروك عليك الهوستن. الموقع الاستضافة. لح يسمح انك تبعت ايميلات من الموقع تبعك. للأسف ما في استضافة مجانية بالعالم تقبل هالشي. ليش? لانه بصير في الناس بيعملوا مواقع وبصيروا بيبعثوا آلاف مؤلفة ايميلات كلياتة بتكون السبام للناس. ورسائل ايميلات مزعجة. فوقفوا هالشي هذا. كيفيني طيب ابعت ايميل. ما انا وعدكم انكم تبعتوا ايميل تعملوا موقع فانكشنال موقع عملي. كيفيني اعمل هالشي? لح يكون هالشي هذا في فيديو الجاية. فروح شوفوا الفيديو الجاية. لح انشروا حاليا على موقع learnwithmo.cf. هتلاقوا الموقع التحت موجود بالوصف. اما على اليوتيوب لح ينتشر هذا الفيديو اللي عم بحكي لكم عنه حينتشر الاسبوع الجاية. فالفيديوهات لح تنتشر غالبيتها بوقت اسرع على موقع learnwithmo.تعلم مع محمد.cf. موجودة بالوصف. فاذا حابين تستعجلوا انتم روحوا على هذا الموقع. حابين تستنعوا اليوتيوب الفيديوهات اللي حضرة تنتشر كل اسبوع. فبس شوفوا الفيديوهات الجاية. شوفوا الفيديوهات الماضية. لا تستعملوا اشتراك. تفعلوا زر الجرس. تتركوا لي رأيكم بالطريقات. تفوتوا وتنضموا على مجموعة الواتب. واو. طلبت منكم كتير شغلات. بس. هيا هي. سلام.